صلى الله عليه وسلم من الفترات الزمنية بتحدد على حسب العرف على حسب العرف في المدينة ولا في المنطقة وعلى حسب استعداده للزواج يقول لك والله أنا ما زلت أجهز نفسي ما زلت أجهز بيتي الزوجية ما زلت كذا حقد سنة حقد سنتين على حسب في فترات خطوبة تطور وفي فترات خطوبة تكون قصيرة فجينا في نصف الفترة قلنا والله لن نكمل الزواج نظرا ممكن يكون فيه اختلاف في الطباع اختلاف في الشخصيات فمش هنكمل طيب دي اسمها مخطوبة طيب واحدة تانية مثلا قلنا والله أنا سأقوم عشان أنا مثلا واحد يقول لك والله أنا عشان أنا موجود في إيطاليا فأنا ايه أريد أن أعقد عليها عقد ذات الزواج حتى أستطيع أن أقوم مثلا بعمل الأوراق لها إن أنا مسافر يعني قبل أن أدخل عليها بس عملية العقد دي عملية يعني ورق على أساس أن نحن ندفعه للسفارة والكنصرية والمؤسسات الحكومية دي أصبح معقودا إيه أصبح معقودا عليه طيب المخطوبة هذه إذا تراجع الخاطب عن عن الموضوع الخطوبة ولم يكمن الزواج كما قلت فنصف ما فرضتم دي لما يكون معقودا لما يكون معقود معقود عليه إن طلقتمون لأنه إذا أراد أن يتخلى عن البنت المعقود عليه لابد أن يطلقها لأنه خلاص أصبح هناك إجاب وقبول ورزالك القرآن الكريم قال وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن اللي هو الطلق قبل الدخول وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم بس هنا ربنا قال إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيد عقدات المكان اللي عايز يعفوا يتنازل يعني بيطرقوا الأمر لليه لضمائر الأشخاص وللعرف يمكن أنا من أسرة موسرة أسرة غنية وإن أنا يمكن أن أكون أعططها حتى خمس تلاف يورو وأنا مش محتاجهم خلاص ما فيش مشكل إنما هم مثلا يكونوا مثلا من أسرة أسرة مثلا ميسورة مش عايزين هذا حتى النصف تعالمار ولا نصف الصداق ولا يريدونه فمن الممكن شوف إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل دي بالنسبة للمعقود عليها اللي هو كتبها عقد زواجها وتلقت قبل الدخول طيب فرضا عقد عليها ودعت أنه اختلى بها وهو أحيانا نقول لك حينما عقد عليها أصبحت سوجته لكنه ويحل له ويحل له منها كل شيء إلا الجماع الجماع فقط الذي لا يحل إلا بالإعلان وأن فلان دخل على فلان لكن يحل له أن يلمسها يحل له أن يقبلها يحل له أن يجلس معها في خلوة يحل له أن يذهب بها خارج بيتها بها مثلا يذهبون يشترون شيء يذهبون إلى بيت الزوجية للتجهيز ولا شيء فربما في مرة من المرات خل بها في السيارة وفض بكرتها أو ذهب بها إلى بيت الزوجية وفض بكرتها قبل أن يدخل عليه ففي هذه الحالة إذا سبت يعني إذا دعت أنه اختلى بها ففي هذه الحالة تأخذ المر كاملا هي معقودة على لكن لم يدخل بها لكن إذا قالت أنه دخل بي أو اختلى بي الخلوة التي ومكنت نفسها منه ففي هذه الحالة خلاص أصبحت أنها تستحق المر المر كاملا لكن لو اختلى بها ولم يزبت أنه دخل عليها تأخذ نصف المر إنما لو دخل بها خلاص بلها المر كاملا أشكرا الله خير بارك الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر